السلام عليكم. كانتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غنحطر معكم قرصات او قراشل ساهلين بزاف. كيجو خفافوا طبين وقطنيين وبنانين بمكونات بسيطة جدا. كيجو دوا بسرعة. كانتمنى انكم تجربوهم غادي وديوا معتمدين عندكم ان شاء الله. واللي اول مرة كيشاهد القناة الي ما تبخلوش اشتراك الله يحفظكم واعجاب الفيديو. خليكم مع المكونات وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. نبدأ على بركة الله. عندي هنا يا واحد البانيول اللي درت فيه جوج كؤوس ديال الماء دافئ. بالنسبة لكأس فانا عبرت بكأس ديال العنباء يعني كل كأس. كيهز مية خمسين ميليل يعني استعملت تلتمية ميليل من الماء دافئ. ديال نصف كأس ديال السكر حبيبات. وهنا عندي ملعقة كبيرة ديال خميرة معجنة ممكن تتعلم الخميرة حبيبات يعني اللي مطرفة عندكم. كان خلط هاد المكونات مزيان. كان حس ان السكر يعني دابلية يعني سندة دابت. كان ضيف نصف كأس ديال زيت نباتية كيما اشتوا معي فكان عبر غيب الكأس ديال العنباء. وكان حاول نحرك هاد الزيت يعني مزيان. كان حاول انني نخلطها مزيان مع باقي المكونات. وهنا غاد نضيف واحد الكيس ديال السكر بنك هاد الفانيلا. وهنا عندي ملعقة كبيرة ديال زنجلان. وعندي ملعقة كبيرة ديال النافع. وديال حبة حلاوة اللي دقتهم في واحد المكونات يعني غيث اهضهم واحد شوية باش يتلقوهم نسمة والرائحة يعني ما تحمروهم شالبنات. وكان حاول انني نخلطهم تهمة مزيان مع هاد باقي المكونات. وهنا عندي الدقيق الابيض دقيق الفرس اللي غربلته. واجبت واحد الكأس يعني ديال اللي عنباء باش عنا عبر قدامكم باش تشوفوا يعني القياس اللي دخلت. ودباء غاد نضيف الكأس الاول كيما اشتوا معي. غاد نحيد هات الخلط يعني باش نخدم بيتيا. وغادي نضيف دباء الكأس ثاني. وهنا يا قل عمر الكأس ثالثة اللي غادي نضيف. وهنا ضفت الكأس الرابع كيما اشتوا معي. وهنا غادي نضيف الملح كيبقى على حسب التوق ديالكم. وغادي نجمع بالياد ديالي. وانا كنجمع هنا غادي بلية. واش خاصني نزيد التقيق ولا لا شوفوا معي. وهنا را الخالد ديال العجين يعني باقي خاصني التقيق فغادي نضيف الكأس الخامس يعني غادي نضيفه كامل. لانه باقي العجينة خفيفة. وانا كندخل هاد كأس التقيق يعني غادي بلية القوام اللي خاصني نحصل عليه. وهنا يا را بنتي ان العجينة يعني باقي خفيفة شوية. فغادي نضيف واحد الملعقة كبيرة. وغادي بلية القوام وشوها دا كولا لا. كيما اشتوا معي. يعني ضفت ملعقة واحدة صافي يعني تن ندخلها. اعد غادي بلية القوام وشوها دا كولا لا. لانا القوام دا القرص ضروري كيكون خفيف كماشته معي. يعني بحال هكذا يعني را كيلتصق باليادين دينا. شوفوا معي فهدا هو القوام اللي خاصنا نحصل عليه يعني كتكون واحد العجين اللي كتكون خفيفة. ما تكونش بزافة البنات كم ما قلت لكم. اني بهذا الشكل هذا وهاد القوام. وهنا يا كندهن شوية هاد البانيوين بشوية دا زيت نباتية. باش نحط العجين ديالي شوفوا معي را كتلتصق شوية باليادين. وهكذا كندخلت خمسة ديال الكؤوس واحدة ملعقة كبيرة. وهنا جبت واحد زوية فاغطط به هكذا البانيوين. هنخلي هاتك تختامر كي يضطعف الحجم ديالها. من بعد ما اضطعف يعني الحجم ديال العجينة ديالي شوفوا معي يعني اختامرات يعني مزيان. كيكون هذا هو الشكل ديالها. يعني ضروري تختامر مزيان البنات. وهنا كنفرخها يعني من هاد الهواء اللي فيها يعني متعج نهاج. حاولوا انكم ترغير بحالة كده بحالة العمليات تكي يخرج من هاداك الهواء كامل. يعني غادي ندهن شوية سطح العمل بشوية ديال الزيت. وغادي نقسم العجين ديالي على الجوج يعني بش يجيني ساهل. إلا غادي نشكل القريات ديال القرص ديالي. وبنسبة لحجم ديال الكورات يعني انتم اللي كتحكموا فيه اللي بغيتو بيتوم صغر لم تصطين والاكبر يعني اللي بغيتو. كان بدأ مستمر بنفس الطريقات سكنكمل قاع الكمية اللي عندي ممكن اللي عندكم الميزان يعني آآ تعبروهم باش يجيكم نفس القياس. انا كندير عيني ميزاني يعني تنكمل قاع الكمية اللي عندي. ومن اللي بعد ما كملت قاع الكمية اللي عندي غادي نبدأ بتطاول اللي ولا يعني غادي نجيب هون بدأ كنسرح. هكذا فهذه القرصات يعني ضروري يا لبنات انكم تسرحوهم شوية. يعني ما تضغطوش اللي هم بساف يعني بحالة الشكل. يعني متوسطين. ما تخليهم مش هكذا كيني لخليتهم هكذا كورة ثم قرصتوهم شوية. فلا غادي جو غلادين. فضروري انكم تقرصوهم واحد شوية. يعني تكونوا متوسطين كين مشتو معايا. هنا يا غادي نخليهم تيختامروا يعني مزيان فانا اغططهم. ومن بعد ما اختامروا كين مشتو معايا يعني مزيان. فهنا يا جبت واحد اصفر بيضة. وضفتليه واحد شوية ديال الحليب واحد الملعقة كبيرة. وهنا يا البنات يعني دهنوهم غيب شوية يعني ما تضغطوش. فانا هنا يا رغي سرعت شوية الفيديو يعني ما كان زربش. فانا حش كنت كان دهنهم كان دهنوهم غيب شوية ما تضغطوش عليهم غير هكذا ديروا بهذه الشيطة يعني غيب شوية من الفوق. باني باش ما تهبطش معكم العجينة يعني بحال هكذا يكين مشتو معايا. وفهد الاثناء البنات وانا كان دهن يعني القرص ديالي فرا شعلت على الفورن شعلت يعني ضروري طريقة تطهي ان الفورن يكون سخون زيان وفاش كندخل الطاوة ديالنا فرا كي يبقى على نار اللي كتكون شوية مجهيدة. يعني بحال طريقة ديال طيب ديال الخبز. فطريقة القرص يعني بحال طريقة ديال الخبز يعني العادي اللي كنديره يوميا. وهنا يا البنات فكندخل لهم شوية ديال زجنان يعني را ما محمرش. حيث مازال غندخلو الفورن وغادي يتحمر. والان البنات فانا غادي اندخلها تطاوة اللولة كما غادي تشوفو معايا. وغادي اندهن تطاوة الثانية يعني بنفس الطريقة يعني ما تضغطوش هالبنات على القرصات غيب شوية يدهنوهم بالبيض. وكما اشتوا معايا هني غادي نشارك معاكم البنات يعني شو بلا ديال النار اللي كيفاش خاصها تكون يعني بحال هاد الشكل هادا. وهما القرصات اللي كي طيبو في الفرن غير خرجت طاوة من الفرن البنات مباشرة فغادي نغطيها كده بهاد زوير باش يرجع لها ديك سخونية ديالها وديك رطوب يعني باش يبقوا ورطبين وزوينين. وكيكون هادا والشكل نهائي ديال قرصات ديالنا. كيجو زوين البنات فاح ديالون رائعين بساف. كيطيبوا بسرعة يعني يردوا لهم البال. وكيجو محمرين غزالين يعني بمكونات بسيطة كي مجتمعية واقتصادية كيجو ورطبين وقطنين وفشين والله العظيمة البنات اللي كيجو غزالين بساف. كنتمنى انكم جربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم شوفوا كيف كيجيو مهوين كيجو غزالين بساف. وارحوا بهم العائلة ديالكم ووليداتكم ما تبخلوش ليا بلايك واعجاب الفيديو والله يحفظكم وبارتجوه مع الاهل والاحباب هكذا كتعمل فائدة وكيدعموني الله يحفظكم وينوركم يعطيكم ما تبنيتو وكنقدمهم لكم بصحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة